اشتركوا في القناة العملة هي قطع واحدة المتبقية من العملات هو تعاملت كعينة وسكت سنة 1904 هو اسمه دولار 1904 ومن الفضة الخالصة واتباع ب4 مليون و140 ألف دولار اتباع في اغسطس سنة 1999 الدولار ده هو تعامل عينة ولاس للتداول وطلب الرئيس اندرو جاكسون الرئيس السابع لامريكا انه يتم سك او ضرب هذه العملة اللي تمنح كهدايا للشخصيات الهامة والقادة الاجئة والعملة اللي اتبعت اللي تكلمنا عنها من شوية لب4 مليون و140 ألف دولار دي كان بيملكها سلطان مسقط اللي استلمها في 1834 كهدية وتنها مع علاقة تمت باعت في 1999 في اغسطس وتم عرضها مرة اخرى للبيع في 2016 من طرف دكتور برينت في مزاد وكان مطلوب مبلغ 10 مليون فيها و81% من المليون بما في ذلك الرسوم اللي كانت محسومة 17.5% للمشتري لكن عطاء موصلش بيها لهذا المبلغ يعني موصلتش ل10 مليون فاستنت في مكانها اللي اشتريها يعني ب4 مليون و140 ألف عايز اعرضها او عرضها فعلا ب10 مليون و81% من المليون لكن موصلتش معايا لهذا الرقم وده نحن يعني كل معلوماتنا عن الجنيئ الدولار الفضة الأرقط الأمريكي ودي العملة الرابعة اللي بنقدمها النهاردة وان شاء الله بكنا نقدم العملة الخمسة كل يوم نقدم عملة في عملات عربية في عملات اسلامية ان شاء الله نزلة في الايام الجاية بإذن الله على مدار 30 يوم هنقدم 30 عملة يا رب انتم تلاقوا عملة من العملات الجميلة دي لملايين معاكم عندكم بيتكو وانتم مش عارفين قيمتها انا بنزل عشان كده كل واحد يدور عنده احتمال يلاقي عملة من اللي هي بملايين دي مرمية عنده هو مش عارف قيمتها والسلام عليكم الرحمن اشتركوا في القناة